شريف عبد المنعم لولا الإصابة كان في الزمن اللي إحنا ده فيه كنت تبقى فين؟ لا وإحنا بنلعبنا وإنت دلوقتي بنفسك فين؟ مالك شعبية أنا بكلمك إنت شريف عبد المنعم لولا الإصابة لا ما لازم أخذك معايا لا 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 مش حاضر الواحدي كده؟ أيه أنا بكلمك إنت لو بلعب حالين؟ آه سمعت فيه واحد خد 90 مليون في 3 سنين سمعت لا 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 يعني اللعيب اللي بيعتزك لازم يكون عنده القدر إنه بيدي في الملعب آه طبعا يعني يعني دلوقتي إنت لما تيجي أجيب فرقة زي بتاعة الأهلي بتاعة السبعينات والثمانينات هايجبولها عقود منين يعني طيب مثلك الأعلى في النادي الأهلي في الوقت اللي إنت قد تتلعب فيه كمين بكل أمانة كده أقسم لك بالله بحمود الخطيب ومصدفى عبد ليه؟ أنا طول حد النهاردة بشوفك وبشوف الخطيب أنتوا أول ناس خدتوني من إيدي ونزلتوا بي الملعب سيبك بقى إن أنا بقيت شايف عبد الملعب سيبك إن أنا إمكانيتي كانت قوية سيبك من ليه كلمة الكاملة اللي إنت قلته عليا دا كله إنما الحقيقة فين أنا أصدقائي الحقيقة فين لا الحقيقة فين دي أواحدة دي أواحدة الحقيقة فين أنا أتكلم مع شريف عبد الملعب أفوك الزغير اللي كان معاك لاعب في النادي الأهلي وكان لعيب لإسمه ولي قمته ولعيب كان من اللعيبة اللي هي بمعنى صح سوبر ستار إنما الإصابة دي اللي خلته لو لو الإصابة كان زيما لو بقى في حتة تانية خالص زي صلاح وزي النني وزي الناس دي كلها بطريقة زي بشكرك والله العظيم اللي كانوا سوبر ستار إنتو إحنا كويس أوي إن إحنا لحقناكم يعني كويس أوي إن أنا من استمت القوة منكو ومن سمعتكو ومن وجودكو في الملعب أنا قابل ملعب معاكو كتب روح أتفرج على المطش ها راحين نتفرج على الآله هيكسب كامل نهار 4 أو 5 ونعمل تنبولة في المأسورة أو في الاستاد في المدرجات مين اللي حجيب الجون أولاني مين اللي حجيب الجوني وبنراهن على الحكاية دي بقى لك بقى لما تقعد في وسط النادي دي وتبقى موجود لازم تدعى الحقيقة أعتقد قبل الولاية اللي قبل ما قبل ما الخطيب يبقى رئيس النائب في العضو عجلة صدارة أو ألا نائب لا فيه فترة هم خلاص لازم يسطب ويرجعوا تاني يرشحوا نفسهم تاني دي الفترة أنا مشيت أنا وهو كنا بنتكلم على مين يقدر يجي يمسك النادي الأهلي في المرحلة دي ونتا كنت تعتدي مين أنا كان في حالة تغيير ساعتها في النادي عام عطب الديت متالي أنا وقفت مع المهندز محمود طاير وقفت محمود طاير أه وقفت معه كان داخل ضد إبراهيم المعلم كان ضد إبراهيم المعلم معا إن أنا صديق صدوق كنت بس حاجة بس حصلت حاجة في الأجواء ناس ثابت قيمة حصل اهتزاز كده أنا أول مرة كنت أشوفه بعدين أنا كانت علاقتي بالبشمهندز عن طريق محمود علامة الله يرحمه الله يرحمه يعسني ليه علاقة طيبة جداً وراجل جميل جداً تتحبه من قيمة اتحاد الكورة ما كان هو عدو في اتحاد الكورة طيب آآ إحنا لسه في عندنا سئلة كتير جداً لكن آآ قبل ما ناخد البريك على فكرة طار الشيخ كان في من أحد الأسباب من أحد الأسباب اللي خلاني أنا بقيت من آآ كان طاهر حبيبي جداً طبعاً هو طاهر ده مالو طاهر ده ومشيت معاه في السكة دي وقفنا إحنا مع طاهر كلنا آآ كان عضو رجل استئدارة في آآ في نفس الجروب في نفس الجروب طيب شكراً للمشاهدة